اشتركوا في القناة وليس امرا ادعمونا باعجاب لنستمر ان شاء الله بنشر المزيد ان يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر زي الحجة القمري وهو اسم مركب من كلمتين هما يوم وعرفة واليوم هو جزء محدود من الزمن بينما عرفة هو مكان محدد ومخصص واطلق على الجزء من هذا المكان في الماضي اسم عرفات او عرفة ويرى العلماء ان سبب تسمية عرفة بهذا الاسم هو ما حصل من احداث في ذلك المكان لذا سمي بعرفة ومن هذه الاحداث عندما هبط ادم عريه السلام وحواء من الجنة حيث نزل كل منهما في منطقة معينة من الارض ثم شاءت قدرة الله عز وجل بأن جمعهما في عرفة حيث اجتمع في هذا المكان وطع عرفة ولهذا سمي المكان بعرفة بينما يرى اخرون ان عرفة اسم مشتق من الاعتراف وهو عكس الانقار والجحود ففي عرفات يقول الحجاج بتلبية نداء الله ويهللون ويكبرون وهم بذلك متضرعين لله ومعترفين بخطاياهم وزنوبهم ومرددين ربنا اغفر لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فانه لا يغفر الزنوب الا انت يا غفار يعتبر يوم عرفة يوم اكمال الدين واتمام النعمة على المسلمين اذ يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا حيث نزلت هذه الاية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو بعرفة ومن الجدير بالذكر ان ما يميز الايام العشر من شهر زي الحجة ان فيها يوم عرفة فهذا اليوم من اعظم ايام الله ففيه تغفر الزنوب والخطايا وتستجاب الدعوات ويباهى الله سبحانه وتعالى اهل السماء بعباده كما انه يوم العتك من النار وبالتالي فان يوم عرفة من اعظم الايام واجلها حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء ولقد اجمع العلماء على اهمية صوم يوم عرفة وقد بين ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حيث قال سيوم يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وبذلك فان صيام يوم عرفة يرفع من درجات المؤمن ويزيد حسناته ويكفر سيئاته وعلى العموم لا ينبغي ان يصوم الحاج يوم عرفة وانما يتوجب عليه التفرغ للعبادة والدعاء وان لا يشغل تفكيره بالطعام والشرب اما غير الحاج فيستحب ان يصوم لينال الاجر العظيم وهو تكفير زنوب سنة قبله وسنة بعده اللهم اني اسألك العفية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعفية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي واعترف بزنوبي فاقفر لي زنوبي انه لا يغفر الزنوب الا انت اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم اني اسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك واعوذ بك من شر ما عاز به عبدك ونبيك اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا استغفر الله العزيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محي العظام ويا مجيب الدعوات استجب لنا دعواتنا في هذه الايام المباركة اشتركوا في القناة